اشتركوا في القناة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين من الفضائل الأخلاقية وهي من جنود العقل المواساة ويضادها المنع كما في الحديث الشريف المواساة هي بمعنى أن يجعل الإنسان إخوانه يشاركونه في معاشه ورزقه أو إذا لم يتمكن من ذلك أن يشارك هو الآخرين في مصاعبهم في كثير من الأحيان الله سبحانه وتعالى يتفضل على بعض الناس بزيادة في الرزق لمصلحة أو لامتحان أو لأي سبب آخر وقد يكون هذه السعف الرزق أكثر من حاجة الإنسان بكثير فالإنسان يعلم بأن بعض الناس ليس لديهم الكفاف يعيشون في أزمات اقتصادية وكثير منهم لا يسألون الناس الحافة لأنهم يمتلكون نفسيات كبيرة لا يسألون الناس في حاجاتهم يتحملون تلك المشاكل فهذا الإنسان الذي وسع الله عليه في رزقه يحاول أن يشارك الآخرين في هذا الرزق عبر الصدقة والصلة والحبة وما إلى ذلك هذه صفة أخلاقية محمودة في بعض الأحيان الإنسان لا يتمكن من أن يصل إلى الآخرين لعدم قدرته أو لموانع موجودة يحاول أن يشارك الآخرين في صعوبة العيش في مشاكلهم أما إذا يتمكن من أن يساهم في زوال المشكلة عنهم فهذا واضح يسبب ترابط الاجتماع أكثر وحل المشاكل وتقليل الجرائم لأن بعض الأحيان الفقر والمشاكل تسبب ارتكاب الجرائم لبعض ضعاف الإيمان فأن يساهم الإنسان في حل مشاكل الآخرين هذه مساهمة في قلة الجرائم وكذلك مساهمة في تطور ذلك المجتمع والإنسان هو نفسه يعيش في ضمن هذا المجتمع فإذا ذلك المجتمع كان في رقي وقلت فيه المشاكل هو أيضا يشعر بآثار هذا الرقي وقلت المشاكل وكذلك إذا كان الآخرون في مشكلة الإنسان لا يتمكن من حل تلك المشكلة يحاول أن يشعر بتلك المشكلة شعوره بتلك المشكلة قد تسبب في أن يساهم في حل تلك المشكلة إذا الآن ما تمكن لعله في المستقبل يتمكن وأيضا يسبب ترابط الناس مع هذا الشخص يعني يعلمون أنه يواسيهم يكبر في عينهم وكذلك يرتبطون نفسيا به أكثر وهذا يسبب حالة من الترابط الاجتماعي أكثر نشاهد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في زمان حكومته كان يأكل كما يأكل أشهد الناس فقرا بل في بعض الروايات أنه لم يكن يأكل اللحم إلا في يوم عيد الأضحى لماذا؟ لعل في الحجاز أو اليمام من لا عهد له بالشبع مع أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان ثريا حسب المصطلح لماذا؟ لأن أمير المؤمنين انتهز الفرصة خمسة وعشرين سنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله إلى حين وصول حقه إليه خمسة وعشرين سنة كان مبعد عن حقه الشرعي استثمر هذه الفرصة في الزراع كان يزرع ويشق العيون ويغرز الأشجار والنخيل ولذلك كان لأمير المؤمن عليه الصلاة والسلام ثروة كبيرة هذه الثروة كلها كان يصرفها على الفقراء والمحتاجين والمعوزين ما كان يدخر لنفسه شيئا كما هو واضح والروايات في ذلك كثيرة والتواريخ ذكرت ذلك إذا كان يصرف تلك الأموال على نفسه ما كان هناك فيه مشكلة لأن بكد يمينه وعرق جبينه زرع هذه الأشجار وغرسها فيستفيد منها يتصدق بالبعض ويتنعم بالبعض الآخر ولكن لماذا كان يتصدق بجميعها وما كان يصرف على نفسه شيئا منها واستعمل ذلك الزهد الشديد الذي هو يعبر ألا إنكم لا تقدرون على ذلك بحيث أن الإنسان العادي لا يطيق ذلك الزهد لماذا هذه مواسات مع الفقراء مع المستضعفين إذا الفقراء رأوا أن الحاكم الأعلى يعيش حياة مثلهم بل أصعب منهم لكي لا يتبيغ بالفقير فقره لأن هذا الفقير لا يشعر بالظلم ولا يشعر بالإضطهاد إذا شعر بالظلم شعر بالإضطهاد شعر بالاستئثار شعر بأن الحاكم يتصرف في هذه الثروات كما يشاء ومنعها عن الفقراء فإن هذا يولد حالة من السخط وحالة من الغضب وحالة من العنف وهذا يتفجر وينقلب على نفس الحاكم أيضا يعني حتى إذا يريد يفكر تفكير دنيوي لا يفكر تفكير أخروي من صالح الإنسان المتمكن أن يشارك الفقراء في فقرهم إما أن يساعدهم أو يعيش حياة مثلهم لكي يواسيهم في ذلك فهذه المواسات هي فضيلة وعليها الثواب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الإثار مرتبة فوق المواسات وإذا تمكن أن يشاركهم في ثرواته في إمكانياته فنور على نور إذا لم يتمكن أن يحاول أن يشعر بما يشعرون ولعل من فوائد الصوم أن الأثرياء يشعروا بجوع الفقراء لأن الثريع عادة لا يجوع لا يشعر بالجوع لكن إذا صام وخاصة إذا كانت أيام طويلة مثل هذه الأيام وهي في الصيف فيشعر بجوع الفقراء أسى ولعل أن يساهم في رفع الفقر عنهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر